هذا الضعف أو التشوه الشرياني موجود ما بين الشريان الرقبي والشريان الأساسي للحياة طبعاً هي المعرفة للمشاهدين أنه الجسم يحتوي على شريانين أساسيات للحياة بيسموهم الارتري أوف لايف شريان الحياة لهو الشريان الأيسر في القلب وشريان الأساسي أو البازلر آرتري بالدماغ بالنسبة للعملية اللي عملناها في مستشفى الملك المؤسس نفتخر أن مستشفى الملك المؤسس وهو مؤسسة وطنية كبيرة تقوم على تقديم خدمة طبية على مستوى عالي قمنا بإجراء عملية نوعية وكانت الأولى على مستوى الأردن وتم توثيق ذلك بالأدب الأردني كأول عملية تم إجراءها هلأ هذه العملية الدكتور اللي عرفته أنه سيدة أربعينية عندها تشوخ خلقي ولكن بهذا الشريان هلأ رح تشرح لنا أنه ولكن ما أدى لأي شيء خلال حياتها إلا أنه بهاي الفترة صار فيه نزيف بالدماغ فكيف ممكن يكون تشوخ خلقي ما يعمل أي أثار غير مثلا مرة واحدة بالحياة يعني هاي مريضة أربعينية كان عندها أمراض سابقة يعني كان عندها سرطان والله شفاها منه الحمد لله وكانت بتعيش حياتها طبيعية راجعتنا على طوارئ مستشفى الملك المؤسس وكانت تعاني من نوبة تشنج وغيبوبة وسبقها صداع فجائي شديد للأسف هذا التشوه الشرياني يعني من الصعب اكتشافه ما لم يكن هناك يعني حالات نادرة ممكن أن نكتشفها بطريقة يعني غير غير مدروسة مسبقا طبعا قمنا بإجراء الصور اللازمة للمريضة وتبين عندها نوع من أنواع النزيف نسميه تحت العنكبوتية صبارك نويد هاموريج وعادة يكون هذا ناتج عن وجود تشوه بأحد شريين الدماغ وهو عبارة عن ضعف بيصير مثل البالون بهذا المنطقة هو باللغة العربية يسمى أم دم أو بالإنجليزي أنيورزم فبعد إدخالها إلى المستشفى قمنا بالإجراءات اللازمة وعملنا لها قسطرة شريانية وتبين بالقسطرة الشريانية أنه عندها للأسف هذا الضعف أو التشوه الشرياني موجود ما بين الشريان الرقبي والشريان الأساسي للحياة طبعا معرفة للمشاهدين أن الجسم يحتوي على شريانين أساسيات للحياة يسموهم الارتري أوف لايف شريان الحياة وهو الشريان الأيسر في القلب والشريان الأساسي أو البازيلر آرتري بالدماغ أي إصابة بهذه الشريانين يؤدوا إلى حدوث الوفاء بشكل فجائي طبعا الشريان جاي عند منطقة تغذيته من الشريان الرقبة مع الشريان الأساسي اللي هو البازيلر آرتري اللي بيغضي جذع الدماغ طبعا نسبة الوفاء بالظروف العادية تصل إلى 66% هلأ هي كانت الحمد لله من نسبة 33% اللي الله يعني أنقذ حياتهم وماماتهم مباشرة بعد يعني النقاش مع أهل المريضة أنه هاي العملية يعني قد تكون صعبة جدا ويعني مع منها سابقا حاولنا أنه نعمل لها إغلاق لهذا التشوه عن طريق التداخل الشرياني وهو عادة ما نقوم بإجراء وقمنا بإجراء عدة مرات في مستشفى الملك المؤسس ونفتخر القسطرة الشريانية نعم يعني عندنا مستشفى الملك المؤسس يتميز أن قسم جراحة الدماغ والأعصاب من الأقسام المتكاملة المتطورة ليس على مستوى الأردن بل نفتخر أنه على مستوى المنطقة ويعني يقوم بإجراء عمليات جراحية نوعية متعددة سواء على مستوى الأورام على مستوى العمود الفقري على مستوى شراجين الدماغ على مستوى جراحة الدماغ والأعصاب للأطفال وعندنا تكامل مع قسم الأشعة التداخلية عندنا أطباء مميزين جدا ويقوموا بإجراء عمليات جدا نوعية ومتكاملة معنا للأسف أنه التشوه الشديد بالشريان الدماغ أدى إلى صعوبة يعني عملنا ميتنج ونقاشات متعددة بين بعض كمستشارين بعلاج مثل هذه الحالة مع دكتور زميننا الدكتور خالد العلاونة إلا أنه تبين صعوبة بمكان إجراءها العملية ونسبة المضاعفات أو الوفاة للأسف ستكون عالية طبعا ناقشنا الوضع مع الأهل الأهل كان لهم دور كبير جدا باتخاذ هذا القرار طبعا لازم موافقتهم وفهمهم لهذه العملية وقمنا بإبلاغ الإدارة اللي هو يعني أن الإدارة الحمد لله يعني متميزة داعمة إنها بكل قوة للأمانة الإدارات كلها تدعم قسم جراحة الدماغ والأعصاء في مستشفى الملك المؤسس والإدارة هاي كانت داعمة إنها على كل الأصعدة إنه نعمل ما نراه مناسبا حسب الأصول العلمية طبعا يعني الأمور مش برضو سائدة العملية عملية كتير كبيرة واستقرقت 8 ساعات نعم نعم إجراء العملية هلأ عنا شوية صور دكتور أنت حابب تشرحينها يعني هذا بفرجينا الشريان يعني بنشوف هذا بنسميه يعني الشريان الأفعة بتشوفوا كيف متلولوا بشكل كبير وبعدين بعطينا هذا وين بيجي بالدماغ؟ جذع الدماغ بالمنطقة الخلفية للدماغ جذع الدماغ ففرجينا البلب اللي هو مثل البالون مش عارف إذا الليزر واصل ومو واصلو فهذا هاي المنطقة هنا تشوه أيوة هاي المنطقة بالزبط هاي البلب هو الضعف الشرياني إذا فتحت هاي أو انفجرت يؤدي إلى الحدوث الوفاء بشكل فجائي فهلا بالعملية؟ هاي الصورة صورة ثلاثية الأبعاد لهذا التشوه الشرياني فرجينا الشريين كيف تتوصل مع بعضها و بتعطينا الشريان الأساسي أو البازيلر آرت اللي تابع جذع الدماغ وبيبين البلب من هناك نعم لبعده هاي صورة جانبية للقطرة الشريانية نفس الشيء فرجينا كيف الشريان هداك الواضح زي البالون أو البلب يعني زي التوتر هون هذا اللي بيكون زي قنبلة موقوطة أيوة قنبلة موقوطة هاي تؤدي انفجارها انفتاحها إلى حدوث النزيف الشديد مع توقف الحياة طيب هلأ العملية شو صار بالعملية؟ طبعا العملية عملناها وقتنا العملية الحقيقي إنه هاي ما بعد العملية بيبين إنه البلب أو الهذا تم إزالته كامل والشرائيين الحمد لله سليمة والتشوه قد تم إزالته هاي الصورة ثلاثية الأبعاد إلى ما بعد العملية نعم نعم طبعا استقرأ العملية حوالي 8 ساعات بإضافة إلى ساعتين تخدير وصحيان المريضة قمنا بفتح الجمجمة من الناحية الخلفية للدماغ هذا فرجينا الصورة قبل العملية وجود يعني قديش التشوه على جذع الدماغ قديش التشوه كبير بالنسبة إلينا جذع الدماغ هي الشقة اللي فوق لا هي خلف المنطقة البيضة خلف المنطقة البيضة هذا لو أنه شغال مع الليزر أكي إن كان وضحناها أكثر بس مش واضح مع اللايت طبعاً 8 ساعات وقت العملية حوالي ساعتين وقت التخدير يعني الوقت الحقيقي هو ما يستغرق 10 ساعات بس الوقت العملية 8 ساعات فهو 10 ساعات مع وقت التخدير وأحياناً كنا نعمل عمليات في مستشفى الملك المؤسس تستغرق معنا 16 ساعة لما تكون عمليات كبرى فهذه العملية اللي عملناها الحمد لله تكللت بنجاح طبعاً مجهود كبير من قبل الكادر الطبي من كوادر التمريد كلهم مؤهلين من كادر التخدير كان معنا الدكتور نضالي الشواقف وهو من أطباء التخدير المميزين والحمد لله يعني مشت الأمور على أكمل وجه المعدات والتجهيزات هذه المهم جداً أن نركز عليها لأنه لا يمكن أن نجري مثل هذه العمليات النوعية المعقدة الكبيرة النادرة حتى على مستوى العالم يعني في العالم يعني أنا عملت لما كنت في أستراليا يعني حضرت فقط عمليتين خلال ثلاث سنوات من هذا النوع وكنت في مركز لإجراء مثل هذه العمليات مع بروفيسور مايكل مورغن اللي هو واحد من أفضل أطباء جراحة الأوعية الدموية في الدماغ على مستوى العالم فهي نادرة على مستوى العالم فإنه إحنا برضو هاي نادرة عنا أنه نعملها ولأول مرة نعملها في الأردن كيف المريضة هلأ عملت يعني حوالكم أربع أسابيع عملتوا نعم من حوالي أربع أسابيع كيف صحتها كان ما بعد العملية الأمور يعني ما مشت بسهولة كان فيه صعوبة بالغة بس الحمد لله يعني إمكانياتنا وقدراتنا على التعامل مع مثل هاي الحالات أدى إلى تماثل المريضة إلى الشفاء الكامل المريضة صاحية وواعية بتمشي بتتحرك روحت على البيت وراجعتني الأسبوع الماضي على المستشفى وعملتوا معها مقابلة على رؤية في نشرة إخبارية إلكم فعملوا مقابلة مع المريضة فهذا يعني ما أعلننا هذا الخبر إلا بعد ما طمننا إنه المريضة بخير وسلام وإنه العملية بفضل الله نجحات والحمد لله نعم وهنا منيجي منقول يعني إحنا منعرف إنه جراحة الدماغ والأعصاب هي من أدق التخصصات مئة بالمئة نعم لأنه خصوصاً لما تشتغل بالدماغ ممكن أي غلطة تعمل دمج يعني أو تقتل جزء كبير من الدماغ فهنا منيجي منقول كمان تفاهم الأهل مئة بالمئة نعم فبحث هيك أصلت الضوء على هذا الجانب لما شرحته للأهل إنه فيه هناك يعني ممكن يكون زي ما نقول ريسك يعني لبعض العملية فإيش أدي كنتوا صريحين مع أهل المريضة وأدي كان تجاوبهم معك مئة بالمئة يعني أنا من سياسة أنني صريح جداً مع أهل المرضى يعني من حق المريض وهي قاعدتي وهي ما بأدرسه للطلاب والمقيمين أو المساعدين تبعوني من حق المريض أن يأخذ المعلومة الصحيحة لأن القرار قراره اتخاذ قرار بحياته هو مصيري فهو من حق أنه يعرف شو له وشو عليه فأنا من سياسة أتحدث مع المرضى بصراحة طبعاً في جزء من الناس وهم قليلين ما بعجبهم الوضوح والصراحة والجرأة بالحديث أغلب المرضى للأمانة إنهم بيتقبلوا الوضوح والصراحة لما تحدثنا مع المريضة إنه ليس أمامنا أي خيار غير العملية الخيار الآخر إنه نتركها لقدرها إذا ممكن أنه بأي لحظة ينفجر هذا الشريان ويؤدي إلى حدوث الوفاة وهذه نسبتها عالية جداً بعد النزيف الأول تصل إلى 60% من الظروف العادية وبالتالي إذا حدث نزيف ثاني ترتفع النسبة من 66% إلى 90% الوفاة وأنها تعيش بغيبوبة دائمة وعذاب فالأهل في الأول كان من الصعبة بمكان تفهم شي اللي بنحكي وتحدثنا معهم عدة مرات والمريضة للأمانة كانت جداً متفاهمة قابلة وكانت صاحبة قرار واتخذت القرار أهلها بناتها بتعرفي من ناحية عاطفية ما كانوا يعني موافقين كثيراً إلا أنهم استشاروا وسألوا وقرروا أن يأخذوا هذا الرزق وأن الله يأخذ بإيدهم وثقتهم فينا وفي المستشفى يعني والإمكانيات الطبية العالية في مستوى الأردن يعني أدت إلى أنهم يتخذوا هذا القرار وهذا ليس بالقرار السهل وإنما قرار جريء بعض الناس يعني صعب بمكان أنه يتخذوا مثل هذا القرار شكراً إليك دكتور محمود البربراوي حمد البربراوي استشاري جراحة الأعصاب يعني رب نرفع رأسنا فيكم ومنفتخر بالكوادر الطبية الأردنية وبهاي المستشفى اللي على أعلى معايير الجودة تجهيزاتها والرابد أنه الفرق أيضاً متدربة على الأجهزة يعني أنا شاكر لكم ولكن من مركب الكريم يعني بحب أتوجه إلى المواطن بشكل عام أنه سمعة الطب عندنا جيدة عندنا إنجازات طبية عالية عندنا خدمات طبية عالية أفضل من أي مكان آخر نضاهي المراكز العالمية هلأ عندنا بعض السلبيات السلبيات يجب أن لا تضغى على إيجابياتنا للأسف ما يذكر بالإعلام والميديا والهذه الأشياء كلها السلبيات وننسى الإيجابيات علينا أن نركز على إيجابياتنا وعلى إنجازاتنا ونتقبل السلبيات أنها موجودة في أي مركز في العالم وشكراً لكم على هذه الفرصة العفو شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم أهلاً